اشتركوا في القناة اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ايها الاخوة الكرام العنوان البكاء في المنام على شخص ميت وهو حي ممكن ارى في المنام ان انا ابكي على شخص في المنام ان هذا الشخص ميت وهو في الحقيقة حي ايه معنى الرؤية دي من يرى انه يبكي على شخص حي معلوم لديه معروف فهذه الرؤية تدل على ان هذا الشخص اللي هو مين صاحب الرؤية ولا الشخص المعلوم اللي انا ببكي عليه الشخص المعلوم اللي انا ببكي عليه سوف يحدث له بعض المشكلات او الازمات المادية او ربما يتعرض الى بعض الديون في الفترة المقبلة ومع شديد الاسف البكاء على شخص ميت وهو حي ربما تدل هذه الرؤية على وقوع بعض الاشياء السيئة للرأي احنا تكلمنا عن الشخص اللي انا ببكي عليه طيب صاحب الرؤية في بعض الاشياء الخاصة بي اه طبعا قد تدل هذه الرؤية لصاحب الرؤية على بعض الهموم والاحزان التي سوف تحدث له في الفترة القادمة ومع شديد الاسف طب نفترض لو ان المرأة المتزوجة هي التي تبكي على وفاة زوجها في المنام وزوجها حي في الحقيقة هذه الرؤية ربما تدل على تعرضها للخيانة من الزوج او ربما تدل على انتقال زوجها ليس انتقال موت انتقال حالة المادية الى الاسوأ يا اما المعنى ده يا اما المعنى ده بالنسبة المرأة المطلقة حينما ترى انها تبكي على طريقها بالرغم انه حي لكنها تبكي عليه في المنام على انه متوفى ربما تدل هذه الرؤية على الندم الشديد لهذه المرأة على فقدانها لحياتها السابقة مع هذا الزوج الذي طلقها وربما تدل هذه الجزئية ايضا على رغباتها الشديدة للعودة الى طريقها بعض المفسرين بيقولوا ان البكاء على شخص حي على انه ميت في المنام ولكنه حي في الحقيقة ربما تدل على خصومة بين صاحب الحلم او الرؤية وبين هذا الشخص الذي يبكي عليه ولكن ربما تستمر هذه الخصومة لفترة طويلة وسوف تأخذ فترة طويلة من الوقت ومع شديد الاسف تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والباركاته